اللهم صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاتمة الزحراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاتمة أنها قال ادخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاتمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بذن ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاتمة إيتيني بالكساء اليماني فغتيني به وأفتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسلت أنظر إليه وإلى وجهه يتلألو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا صاعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فعادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوبي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صاعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فعادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنا جدك وأخاك تحت الكساء فلن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع عمتي قد أذنت لك فدخل معه ما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي الطالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاتمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اتملنا جميعا تحت الكساء أخذا برسول الله بترفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أحل بيتي وخاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبرقاتك ورحمتك وغفرانك ورضواتك علي وعليهم وأوحب عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجب خرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلك يدوه ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربه ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم طاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجب خرجهم فقال جبرائيل يا ربه أتعذن لي أن أحبتا إلى الأرض ليأكون معهم سادسا فقال الله نعم فقد أبنت لك فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدقل جبرائيل معنا تحت الكسا فقال يا بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الريت أحلى البيت ويطهركم تظهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجمه فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الأضل إن الله فقال النبي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفان بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغافرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله خسنا وفاذا شيعتنا ورب الكعب فقال النبي الثانية يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفان بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله محمى ولا مغموم إلا وكشف الله محمى ولا طالب حاجة إلا وكظى الله حاجة فقال علي إذا هو الله خسنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فتسعدوه في الدنيا والآخرة ورب الكعب اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجاء أعوذ بالله من الشيطان مجيم بسم الله الرحبان الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صرات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما تنذر آباؤهم فهم غافلون وقد حق الطول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلانا فهي إلى الأدبان فهم نطلقا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلبهم سدا فأغشلناهم فهم لا يؤمنون فصوار عليهم أأنذرتهم أم أن تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى فشير الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نفي الموت ونبتغ ما قذهم وآثارهم كل شيء أحسيناه في إمام مبين واضغب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم وسنين فكذبوهما فعزدنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعلمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مقتدون وما لي لا أحبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن وذر لله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل اخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أندلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مندلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستفقون ألوم يروا كم أهلكنا قبلهم من القذون أنهم إليهم لا يرمون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأخذون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديم العديد العليم والقمر قدرناه منادل حتى عادك الغذون القديم ما الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سافق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يرفعون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم مراء ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رذبكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله اطعمك إن أنتم إلا في غلاب المدين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخشمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون أنفق في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تذرهم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تأخذون إن أسحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم أزواجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكعتم ولكم ما يدرون سلام قولا من رب الرحيم وامتاذ اليوم أيها المزرمون ألم أعهد إليكم يا بني آذها أن لا تأخذ الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سرات مستقيم وَلَقَدْ أَذَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفْلَا تَقْرِمُونَ ذَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ إِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كَانْتُمْ تَعْتَقُونَ فَالْيَوْمَ نَخْتِمُوا عَلَى أَفْوَعِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُوا أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا نَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَى أَعْيُونِهِمْ فَاسْتَفَقُوا الْصِرَاطَ فَأَنَّا يُبْسِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمْسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَاسْتَا عُدُينًا وَلَا يَغْضِعُونَ وَمِنْ نُعْمِّرُهُنَا نَكِسْهُ فِي الْقَلْقِ فَلَا يَقْرِونَ وَمَا عَلَمْنَا الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ إِنْهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا حَلَقْنَا لَهُمْ مِنْمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَ أَفْأَنْ وَمَنْ فَقُلَهَا مَنْكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْبُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِرٌ وَمَشَارِبٌ فَلَا يَشْكُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْثَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ دُنْبًا مُنْثَرُونَ وَلَا يَحْذُنْ كَبْ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَهُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُؤْلُمُونَ وَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُتْفَةٍ فَإِذَا هُوْ غَثِيمٌ مُبِينٌ وَذَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِي الْخَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْنِذَامَ وَهِيَ عَمِينَ وَلْيُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ يُعْبِينٌ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَقْضَرِ نَاعٌ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُمْ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ وَلَا أَنْ يُحْلُقَ مِسْلَهُمْ بَلَا وَهُوَهُ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَرْفُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَذِكِينَ فَلَكُونَ كُلْتُ شَيْءٍ وَإِلَيْهُ تُعْضَرُونَ أَحَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَعْلِيمُ فَرْمُحمد وَالِ مُحَمَّدْ سَلَوَاتِ اللَّهُمَا سُلْحِ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ لَيْلَا دُوَائِ كَرْتِ رَحِي بَعْدِ كَرْبَلَا لَيْلَا دُوَائِ كَرْتِ رَحِي بَعْدِ كَرْبَلَا يَا رَبْ جُدَا نَا كَرْنَا کسی ماں سے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرہ کی آل کو شبیر لا رہے ہیں میدا سے دیکھئے شبیر لا رہے ہیں میدا سے دیکھئے اپنے ضعیف کاندھوں پہ اٹھارہ سال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی جولے سلا کے دے دیا بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرہ کی آل کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذین طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة بإذنك يا سيدي ويا مولا يا حجة بن الحسان يا صلى الله بالزمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وبيها وَبَعْلِهَا 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 وَبَدِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَخَاطَ بِهِ عِلْمُكَ صبح راتم صبح راتم بعد مرحومان روحنا صغاب بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ومؤمنات تنخص كارجي مرحوماني ترسماني مدلس منعقيد تهي جهتين روحنا صغاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم شكرا 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 هذا فعل انعطيت التي أكثر مجلسة ترخيمية في موضوع ونساء الله أنه كان مجلس حسين ونساء الله أنه د dieseهنزة يمنط تبعاة ونساء الله أنه انه جزء الأمر والاهم ونساء الله عنه وهي قطر ترجمة نانسي قنقر 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 وَالفجر نانسي قنقر 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 اس کو لئے کہتا ہے کہ موت کی آغوش میں جب دھک کے پریشان ہو کے اتنی محنت کر کے جب وہ ماں سو جاتی ہے تب اس کو تھوڑا سا اتمنان اور تھوڑا سا سکون ملتا ہے موت کی آغوش میں جب دھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں لیکن میں کہوں گے رضا سرسوی ایک ماں وہ بھی ہے جس کو موت کے بعد بھی سکون ملا ایک ماں وہ بھی ہے جس کو مرنے کے بعد بھی سکون ملا جب ایک بچہ اپنی ماں کی لحد میں آکے خدا حافظی کے لئے حاضر ہوئے حسین ابن علی اپنی ماں کی قبر پہ آکے کہتے ہیں کہ ماں ہم آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور آج کے بعد ہم آپ کی لحد پہ نہیں آ پائیں گے اور خدا حافظ اے ماں لیکن وہ ماں یہ تھی کہ جن کو موت کے بعد بھی سکون نہ ملا اور وہ ماں یہ تھی جو اپنے بچے کے ساتھ ساتھ وہ مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک آئی اور آج تک جہاں پہ مظلومیت حسین بیان ہوتا ہے اور جہاں پہ مظلومیت امام حسین وہاں پہ وہ ماں آ جاتی ہے اپنا رمال لے کے آ جاتی ہے اور ازادار امام حسین کے عصو کو پہنچنے کے لئے وہ ماں آج بھی بقی سے حاصل ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے کہ اے ازادار حسین تم پہ ایک ماں کا سلام اور دعا کہ تو نے ہمارے بچے کو یاد کیا اور اس پہ آنسو بہائے ایک ماں وہ ہے کہ جن کو جوانی کے عمر میں اٹھارہ سال کی جناب زہرہ جن کی جب کیفیت بیان ہوتی ہے کہتے ہیں داخلت الجسم وہ اتنی پتلی ہو چکی تھے پاکیت العید آنکھوں سے اتنے آسو جھاری کیے کہ سید البکہ اینوے سے ان کا نام آ گیا اور ایک صفت آر مصابت الرکن اس کا مطلب یہ کہ ان کی پیچھ سیدھی بھی نہیں تھے تاریخ میں دو شخصیت نظر آتی ہے جن کی قبق جوک رہی تھی ایک بائیس سال کے جوال سید سچاد جس کے گلے میں کخاردار تو ہاتھوں میں اتکڑیا پاؤں میں بیڑیا جس کو مقتل کہتا ہے بائیس سال میں اتنی کمک جوک چکی تھی خاردار تو کلے میں تا اور ایک اٹھارہ سال کی ایک ماں فاطمت زہرا کیسی کے عبیت تھی وہ لکڑے کا دروازہ اس کو گرارایا گیا وہ دشمن آکے امام کے گھر میں حاضر ہوئے اور دروازے کو جلایا صرف جلایا نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن نے ایسا دھکا دیا کہ ایک میخ زہرا کے سینے پر پیوست ہو گیا ایک بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے ایک دفعہ جناب زہرا کے مسائب پر رہے تھے اور مسائب جب ان کے پورے ہوئے ایک شخص جو مجلس میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا زہرا قطار گریہ کر رہا تھا مجلس ختم ہونے کے بعد بھی اتنا گریہ کیا آگا حسین انسار یار ان کے پاس گئے اور کہا اے شخص کونسی میری ایسی بات تھی مسائب کا کونس ایسا چملہ تھا جو تیرے دل پہ اتنا اثر کیا کہ تو زہرا قطار اتنی دیر تک گریہ کر رہا ہے اس شخص نے کہا اے حسین انسار یار میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ہٹی کا ڈاکٹر ہوں جب آپ نے پڑا کیس میر سے جناب زہرا کا سینہ زخمی ہوا اور ان کی پسلیاں ٹھوٹ گئی تا میں اپنی ڈاکٹری کی علم سے جانتا ہوں جب کوئی مرد ساس لیتا ہے تو اپنے شکم سے ساس لیتا ہے لیکن جب کوئی عورت ساس لیتی ہے تو اپنے سینے سے ساس لیتی ہے اب مجھے پتا چلا گٹ گٹ کے کس طرح سے زہرا نے تنمس کیا ہوگا جب ان کے سینے پہ وہ میخ لگی تھی اسی وجہ سے جب حسن سے پوچھا ماں کیوں سو نہیں رہی تب انہوں نے کہا جب دائیں طرف سوتی ہے تو بازو کے دازیاں نے سونے نہیں دیتے اور جب پائیں طرف سوتے تو پہلو شکستہ کا درد ہے اس لیے زہرا دیوار پہ ٹیک لگا کر اس مسیبت کو یاد کرتے کرتے ایک دن آیا جب ماں کا جنازہ پڑا ہے اور مشکل خوشاوی غلومنین غشقہ کے زمین پہ گر رہے ہیں اور بعد میں فرمایا یا امی کل ثوم یا سینب یا سکینہ یا حسن حسین حل امو توس تزودو من امکم فہاد الفرام جب حسن حسین آئے اور ماں کو دیکھا جواب نہیں ملا اور وہ ندا دے رہے وہ حسرتا پھر حسین آئے یا حسین آئے امام حسن یا امو الحسین یا امو الحسین یا امو الحسین یا لقیت جدنا محمد المصطفى فاقرعیه من السلام امار امام اجاب امار جد رسول اللہ کی ملاقات کیجئے گا تم ہمارا سلام پہنچائے گا اور کہیے گا اِنَّ قَدْ بَقَيْنَ بَعْدَ قَيْتِمَ اِنَّ قَدْ بِدَارِ دُنیا 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 اِنَّ قَدْ بَقِيَا اِنَّ قَدْ بِدَارِ دُنیا اِنَّ قَدْ بِي 명ًا اِنَّ قَدْ بِدَارِ دُنیا اِنَّ قَدْ حسین ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر السلام عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عجل الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر